السلام عليكم ورحمة الله وحكاته ورجعت لكم تاني مع رواية جينير ومعنا النهاردة شابتر 14 بعنوان Trouble at Getshead مشاكل في Getshead فجينير بتكمل حكريتها بتقولك يعني بتقولك وان صغيرة لأيام ما كنت عايشة في Getshead بسي اللي الخادمة اللي كانت عندهم كانت بتقولها دايما ان لو حلمت بطفل دي بتبقى علامة على حاجة وحشة هتحصل او مشكلة هتحصل وانا دلوقتي بقلي ازبوع بالزبب بحلم بطفل صغير كل ليلة ويمكن كلام بسي كان صح لان لقيت رسالة جايالي من Getshead يعني بقولك جون ريد اللي هو ابن خالها صغف فلوسه كلها وضياعها وصغف جزء من فلوسهمه كمان وقضى معظم حياته وياما في السجن ياما مديون للناس في الاخر خالص قتل نفسه من اسبوع فات ومسيز ريد اللي كانت صحتها تدهورت طبعا او تأثرت كتير جدا بقلاقها على ابنها تعبت ساعة ما سمعت وقعت بقى من كتر التعب لما سمعت بخبر موت ابنها وعلى رغم ان هي يدوب مش قادرة تتكلم او متعرفش تتكلم قالت لهم ان هي عايزة تشوف وولد خالي اللي هما اليزا وجورجيانا بعتوا الكوتشمان اللي هو سوائل العربية بتاعتهم عشان يحضرها او يجب جين ايرو تروح تزور ميسز ريد في Getshead انا حسيت بني وبنفسي كده ان انا منفعش عرفض الدعوة ديت لان ممكن تكون دي اخر مرة اشوفها فيها فعشان كده روحت اطلب اذن مستر روشستر عشان اغادر ثورنفيغل لمدة صغيرة دخلت الهت مستر روشستر قاعد بيكلم مع ميس انجرام ساعة ما شفيتني بصتلي بقرف كده لما اطعت كلامهم مع بعض فدخلت اطلب بعد اذنك عايزك في كلمتين فسابوا القضى اللي بلينة الضيوف ديت وطلعوا وراحوا المكتبة لوحدهم فقول لها ايه المشكلة او عايز ايه قلت له بعد اذنك قلت له انا عايزة اذنك او بستأذنك يعني ان انا روح ازور عمتي اللي بتموت هاقضي هناك اسبوع او اتنين وقت اللها انت قلت له قبل كده انك ملكيش قريب قلت له انا فعلا ما ليش قريب بيحبوني ليه قريب بس ما بيحبونيش ولا حاجان هي تعتبر دي ميس ريد دي كانت مرد خالي وابنها مت قريب انا مينفعش ان انا اتلاشاها دلوقتي او اتنشها يعني وخصوصا ان هي بتموت دلوقتي فعلها what nonsense ايه كلام اللي مش متوافق مع بعضه ده يعني كلام مش منطقي طلع تجري كده عشان تروح تزولي واحدة او مراه محبتك but i see you have decided to go خلاص انا شايفك مقررة انك تروح يعني where does she live and how long will you stay هي عيشة فين وانت تعدى هناك قد ايه عيشة في حتى اسمها gets hit sir a hundred miles away على بعد 100 ميل i'll stay as short a time as i can هاود هناك اقصر وقت ممكن او اقصر مدة ممكنة promise me only to stay a week اسمح لي بس ان انا اعد المدة اسبوع اللها اوعديني اسف اوعديني انك توعدي اسبوع واحد بس ايطلو i can't promise sir i might have to stay longer ما ادرش اوعدك لان انا ممكن اعد اكتر من كده and you certainly can't travel a hundred miles alone اللها تب انت منفعش تسافري مئة ميل لوحدك فقالتلو they have sent the coachman for me sir i'll leave tomorrow قالتلو هما بعتوا سواء العربة بتاعتهم عشان ياخدني وانا هامشي بك mr rochester sought for a while فضل يفكر شوية كده اللها well you will need some money i haven't paid you any salary yet اللها انت اكيدة تحتاج فلوس انا مدتلقيش مرتب خالص لحد دلوقتي how much have you in the world jane he asked smiling فقول لها انتي تساوي كم في العالم دا jane وهو بيبتسم كده لا معكي كم قصدي وهو بيبتسم يعني فبتقول i showed him my tiny purse فواريتلو البك بتاع الصغير he took it and left as he counted the few coins فضحك كده هو بيهد العملات القليلة اللها موجودة فيه then he took out his wallet بعد كده امطلق محفظته here is fifty pounds he said offering me a note اداني خمسين جنيه عملات ورقية يعني but you only owe me fifteen sir i cried فأقول لها انت انا كل اللي يعني مرتبي لللي عندك خمس وشر جنيه بس on second thoughts give me that back if you had fifteen perhaps fifty you perhaps you would stay away for three months ففكر كده لا 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 هاتيهم تاني كده انا لو وديتك خمسين جنيه انت تضغطي هناك ثلاث شهور مش مش اسبوعوتيك here is ten is that enough خدي عشر جنيه همت كده كفاية now you owe me five sir i point it out فأقولت له انت كده عليك لها خمس جنيه you will have to come back for it then he said laughing فأمداحك كده عمله خلاص انت كده هتضطر انك ترجعي لي تاني عشان الخمس جنيه اللي عليك there is something else sir you have told me you are going to marry soon قلت له فيه كمان حاجة تقولت له انك هتجوز قريب in that case adult should go to boarding school في الحالة ديت ايجل لازم تروح مدرسة خارجية to get her out of my lovely bride's way a very sensible suggestion but what about you بقول لها لازم ابعتها مدرسة فعلا عشان ابعدها عن عروستي يعني عروستي الجميلة اللي انا هتجوزها دي لا فعلا اقتراح معقول تبو انت يا تروحي فين فقلت له I must find another job somewhere I'll advertise لازم اللي اقلي شغل في حتى تانية هعمل اعلان على شغل في اي مكان تانية Don't you dare He growled فقام زعلها كده اوعيت الجرائي تعمل حاجة زي كده Promise me Jane Not to look for another job I'll take care of that اوعيدين يا جين انك ما تدوريش على شغل تاني انا اهتمنا بالموضوع ده قلت له I'll promise sir If you promise that idle And I will be out of your house Before your bride enters it قلت له انا اوعدك بكده بس لو انت وعدتيني ان انا وجين نبقى بره البيت قبل ما مرتك تخش او قبل ما عروستك تخش Very well and now we must say goodbye الله خلص تمام ما فيش مشكلة ودلوقتي يلا الوداع قلت له الوداع يا مستر ريشستر I set out early the next morning and traveled all day طلعنا تاني يوم الصبح بدقي وقضينا طوله اليوم بالطريق As I approached Getshead Hall I realized it was nine years since I had left it ساعة ما طلعت من Getshead ادركت ان انا بقالي تسعة سنين بعد عنها In the time I had made some friends gained much self confidence and finally lost my heart my hatred of the reads في الفترة دي كلها تسعة سنين دول انا كونت صداقات جديدة واكتسبت بعض الثقف نفسي وتخليت عن كورهي لعالة ريدز دول I was delighted to see my old friend Bessie again فكنت مبسوطة او فرحت لما شفت صديقات القديمة Bessie تاني she had married Robert the coachman جوزت روبرت اللي هو سواء العرويب طاهم ده and was very busy with her three young children وكانت مشغولة دايما بتلات اولاد بتوعها يأ خلفت من روبرت ده تلات ولاد the house itself hasn't changed at all البيت نفسه متغيرش خالص but my cousin certainly had بس ولد عمي او بنات عمي بنات خالي اكيد تتغيره كيبرو طواني Elisa was now very tall and thin Elisa بقت طويلة جدا وفياة with a rather sore face sour face the resident very plain closes and with a cross hanging around her neck طويلة ووشها بقى صلب شوية او اللي هو متجاحم شوية ولبسها دون سادة مش مفاش رسومات او كلام من ده ومعلقة صديب على جورجيانا on the other hand جورجيانا بقى هي كمان was still pretty but very fat كانت لسه جميلة بس كانت تخنت جدا and wore extremely fashionable clothes وكانت لابسة هدوم على رموضة اويان زيادة عن اللزوم they didn't seem pleased to see me in fact they more or less ignored me but I hardly noticed their rudeness فبتقول لكم ما كانوش مبسوطين وما يشوفوني وفي الواقع عملوا نفسهم مش وقدين بالهم مني يعني بس انا يعني ايه ما خدتش بالانا كمان من الوقاح اللوما فيها دي I told the housekeeper that I would be staying for several days and then went straight to my aunt's room فاولت الhousekeeper بتاعتهم مدبرت المنزل انهوت كام يوم بس وامشي وطلعت مباشرة على عوضة I remembered it well from my childhood كنت فكرها قويس جدا من ايام طفولتي I had often been called there to be punished كنت دايما بيتم استدعاي لهناك عشان اتعاق بي bending over her bed I kissed her فانحنيت كده على السر بتاعها وبستها How are you dear aunt I asked فبالله ازايك يا عميتي يا غالية I had sworn never to call her aunt again but I didn't regret breaking that promise to myself انا كنت حلفت قبل كده ان انا عمري في حياتي ما اقولها يا عميتي تاني بس انا مندمتش ان انا قصرت القسم ده بيني وبالنفسي I held her hand فامسكت ايديها I regent her she asked فابدولها انتي جين اير her face although deathly pale وشها كان شاحب شحوب الموت اللي هي خلاص بتودع what does this turn as ever على رغم من انه وشها كان شاحب وان هي خلاص بتموت كانت شكلها صلب وحازم زي ما كانت and she removed her hand from mine ومتشدق ديها من ايدي يعني انت جايبها من اخر الدنيا عشان برضو تعملها وحش that child was more trouble to me than anyone would believe I was glad to send her to loot فبتقول البنت دي عملتلي مشاكل اكتر من اي حد ممكن يتخيل وكنت مبسوطة ان انا بعتها and john and john ابن الغالي ابن العزيز he needs so much money كان احتاج فلوش كتير جدا where can i get more money from what will happen اجيب فلوش من اين ايه اللي ممكن يحصل she seemed very confused and excited so i left her to sleep كان شكلها متحمسة جدا ومتبكة جدا فاسبتها تنام her illness got worse in the next few days مرضها زاد اكتر واكتر في الكامي يوم اللي بعدها i spent some time every day looking after her كنت كل يوم بقضي شوية وقت كده معاها بعتني بيها and the rest of the time with my cousins listening to their plans for the future وبقيت اليوم بقضي مع بنات خالي وهم بيقولوا خطاتهم او احلامهم من المستقبل اليزا was planning to join a religious community after her mother's death اليزا قالت انا هنضم المجتمع ديني ان هي تروح كنيسة مسلا وتتراها بن كلام من ده بعدما امها تموت but georgiana was hoping to stay in london with relations to see the new fashions and go to all the parties georgiana بقيت لك ان ام تموت من هنا اروح اقعد عند جامعة عرايبة في لندن واشوف بقى الموضة الحديثة واحضر الحفلات وقضيها بقى it was quite clear that they had no real feeling for their mother كان واضح جدا انهم معدهمش اي احسيس نحيط امهم يعني واحدة مستانية امها تموت عشان تروح كنيسة والتانية مستانية امها تموت عشان تقضيها فمش فرقة معهم يعني and we're almost looking forward to her death وكانوا بيتطلعوا الموتها يعني مستانيين موتها بفرد الصبر one dark stormy night I visited زي a dying woman وفي ليلة مظلمة عاصفة روح تزورت الست اللي بتمودي she lay there asleep in her room neglected by her daughters and servants كانت نايمة فقدتها الوحدها والخدم ولادها والخدم بتوعها كانوا بيتجاهلوها يعني محدش جنبها محدش بيسأل فيها as I looked out of the window into the black emptiness وانا ببص على الفراغ اللاسود اللي برا البيت ده I wondered about the great mystery of this فاعت تتساءل عن لغز الموت العظيم ده and thought of Helen Burns وفكرت في Helen Burns Helen Burns دي زي مليتها اللي جايت معاه في مدرسة لوود اللي ماتت بالحصبة دي اللي كانت متأكدة ان رحها هتروح الجنة what my aunt's spirit goes there to هي رحها امتي هتروح هي كمان الجنة why are you I heard the sick woman murmuring who are you who are you انت مين الست العيانة اصدتها وانا لميسيس ريت تقول انت مين I wanted to see Janair I must tell her something انا لازم انا كنت عايز اشوف Janair انا لازم اقول لها لحاجة فردت عليها اطلع I'm Janair aunt I told her gently فالتلع انا Janair بهدوء كده اطلع I know I'm very ill she said weakly انا عارفة ان انا تعبانة جدا before I die I must confess that I have done wrong قبل ما موت لازم اعترف لك ان انا عملت غلط في حقك first I broke my promise to my husband about you and second she broke off تقول لها اولا انا خلفت وعد الجوزي ان انا اعتني بيكي لان انا احنا فاكرين ان انا كانت وعدت جوزها جوزها قبل ما يموت طلب منها ان اتوعده ان اتعامل جين اير زي واحدة من ولادها يعني وهي وعدته بالكلام ده فقصرت القسم ده او الوعد ده بعد كده وتاني حاجة وعد كده امت سكتها بعد كل ده فقامت مكلمة نفسها كده امت سكتها امت سكتها اتلايا جين خضي الجواب اللي موجود في الدرج الفؤاني في المكتب بتاعي وقري اي دت صو اتسد ماديرا دير ميسس ريد الجواب كان بيقول ماديرا دير ميسس ريد عزيزتي ميسس ريد بعد اذنك وليلي على عنوان بنتختي جين اير انا مش متجوز معنديش اطفال وغني جدا انا عايز اعتيجي ماديرا تعيش معايا وتورس كل ممتلكاتي لما موت جون اير جون اير دا كان ام جين اير او قالها تعريبا فطبعا جين اير كانت مستقربة جدا وتفاجئت جدا بحاجة زي كده فابدل لها انا ازاي ما عرفش حاجة عن الموضوع دا فردت عليها قلت لها فقالت لها ميسس ريد بتقول لجون اير بتقول لها انا كنت بكراهج جدا لدرجة ان انا اتصلت بابعتله جواب وقلت له انك مدتي بالتايفود او بحمى التايفود في المدرسة بتاعة الوود that was my revenge on you for confusing me so much trouble she cried angrily وابتل لها دا كان انتأمي منك لانك كنت بتتهمي for causing me so much trouble لانك كنت بتعمليلي مشاكل كتير dear aunt فقالت لها عمتي غالية غالية بس انا مفوت ولا اعفية don't think about that anymore i was only a child it's not surprising i was anuisance anuisance فبتقول لها ما تفكريش في الموضوع دا انا كنت طفلة كان لازم يعني الموضوع ما كانش غريب ان انا نبقى مزعجة ولا حاجة طبعا اطفال كلهم مزعجين يعني فمش ما تكرهنيش اوي كده فقالت لها you were always so angry and violent such a wicked child انت كنت دايما غضبانة وعنيفة انت بنت وحشة not as wicked as you think فبتقول لها لا مش وحشة اوزة وانت فاكرين i would have loved you if you had let me forget forget it all and kiss me now aunt فبتقول لها انا هنسى كل اللي انت عملتي فيا لو انت خلتين سامحوا وبستيني دلوقتي عمتي قلت لها but it was too late for her to break the habit of dislike and she turned away from me فبتقول لك الموضوع كان متأخر اوي عليها ان هي تقصر عادتها بكوره يعني ان هي كانت دايما بتكرهني فمش هتيجي دلوقتي وتحبني فلفت وشنحة تانية فقلت poor woman يا دنت ست غلبانها she died soon after wards بعدها على طول ماتت keeping her hatred of me alive in her heart ماتت وصيبها قرهها ليا فقلبها حتى بعد ما ماتت and no one that gets had cried for her وما فيش حد خالص في جت سيد عيت عليها بعد ما ماتت يعني ما كانش عادة طريقة بمعنى صح وكذا يكون خلصت شابتر فوتين وانتظروا ان شاء الله في شابتر ففتين ومتنسوش لايك وشير وسبسكرايب ده لو عجبكم الفيديو ولو حد عنده اي سؤال ياريت اكتبوا لي في الكومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته